أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر وتستمر من اليوم وحتى السادس والعشرين من مارس الحالي لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها في شهر يناير الماضي وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيلة بصورة رئيسية وذلك بالتنصيق مع مديريات الرئيسية وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة